موسيقى السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلمة وصلنا في الفيديو الثاني إلى الصراع بين المد المتغرب الذي يمثله لحبيب بورجيبة والمد العروبي الذي يمثله صالح بن يوسف على السلطة في تونس سوف نبدأ في هذا الفيديو في الحديث عن المد الغربي وكيف ظهر وما هي حقيقته ومدى تأثيره وأين وصل ومن يمثله في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بش نفهم الموضوع من جميع الجوانب ونرفع الشبهات اللي موجودة على خطر ياسر أشخاص وقتها يسمعوا مثلا الفيديو ويسمعوا فكرة يوقفوا عليها ويركزوا عليها ويلقيوا التهم بدون فهم مجمل الموضوع وشنوه الهدف من هذه السلسلة أنا في هذه السلسلة منحب نتهم حد منحب نخون حد منحبش زادة نتكلم بمنطق فكر المؤامرة أنا في هذه الفيديو نحب نوضح للمشاهد والمتابع الخريطة الذي يوجد عليها الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط فقط لا أكثر ولا أقل وذلك بسرد الأحداث التاريخية ومقارنتها بالواقع الحالي أي عبارة على وصف حالة لكي نفهم كل التوجهات الموجودة على الساحة وكيف تطورت وأين وصلت ومدى تأثيرها ومن ينادي بها بش نعرف الموقع متاعنا وموقع كل توجه وفين بش وصلنا في الأخير لأن أحنا الهدف متاعنا الأساسي هو إيجاد مخرج من الأزمة التي نحن فيها كلنا متفقين أن شمال إفريقيا والشرق الأوسط يعيش في أزمة كبيرة جدا وصراعات عالمية وداخلية إذن كيفاش بش نخرجه من هذه الورطة هذا هو الهدف وكل الخيارات متوفرة وكل الخيارات تخدم على الساحة واللي بش يكون أقوى وأكثر تأثير هو اللي بش ينجح وسوف نبدأ في هذه الفيديو في الحديث عن المد الغربي يقود اليوم المد الغربي أمريكا بلا منازع وهو المتمثل في ثلاثة نقاط أساسية وهي الليبيرالية والعلمانية والديمقراطية تحت غطاء العولمة أو فكرة العالم أصبح قرية صغيرة خلينا نشوف تاريخ هذا المد الغربي الذي انطلق من أوروبا قبل قرابة خمس قرون والذي أدى إلى النهضة الأوروبية والقضاء على الإمبراطورية العثمانية والذي يقدم برنامج لكل العالم وهو فكر أممي وسوف نعرف في هذه الفيديو تفاصيل هذا الفكر ونقط القوة اللي فيه ونقط الضعف وهل يمكن لهذا الفكر أن يكون مخرج لنا أحن كدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط من الوضع الذي نحن فيه من الانحدار والتخلف وطبعا كما أقول دائما أنا أطرح وجهة نظري وأطرح الفكرة الذي أعتقد فيها شخصيا يمكن أن يوافقني البعض يمكن أن يخالفني وهذا من حقهم أنا انطلق من فكرة أساسية جدا التي تقوم بها كل الشعوب المهمة والمحترمة وهي الانطلاق من فكرة مصلحتنا كما الغرب يفكر في مصلحته أحنا لازمنا نفكره في مصلحتنا هل هذا الفكر يساعدنا أم لا ومن أي الجوانب الذي يمكن أن يساعدنا وما هي الجوانب اللي ما يساعدناش وهي كما أقول وأكرر هي وجهة نظر شخصية وأنا بالنسبة لي ما عنديش عداوة لأي فكر مهما كان لأني أؤمن أن أي فكر أو إيجولوجية فيه الأشياء السلبية والأشياء الإيجابية ويمكن تكون أشياء إيجابية لنحن وسلبية للآخرين ويمكن تكون سلبية لنحن وإيجابية للآخرين ولهذا لا أركز على الفكر بحد ذاته وإنما أركز على الوعي لأن الوعي هو الأساس بدون وعي لا يمكن أن أغير اتجاهي ولا يمكن أن أتطور عندما نتبع وأنا عيني مغمضة ما نعرفش روحي فين بش نوصل بينما كنتبع وأنا نكون عارف شنو قاعد نتبع وفين ماشي النجم ناخذ احتياطاتي بش نبدل الاتجاهات متاعي على حسب مصلحتي وهكذا يسير الغرب وهذا هو الفكر المنطقي الغرب يتوجه بوعي وبمعرفة وبدراية وبدراسة دقيقة نحو التقدم والمدنية والحضارة لهذا هذا الفكر منذ ظهوره إلى اليوم تطور ووصل إلى ما وصل إليه الآن ودائما في خدمة مصلحة الشعوب الأوروبية والغربية أحنا لازمنا نقوم بنفس الشيء يعني وقتنا نتجه نحو فكر معين لازمنا نكونوا نعرفوا اش نعملوا وندرسوا الأوضاع ونفكروا ونحاولوا بش نأقلموا مصلحتنا على حسب الفكر العلمي والعقلاني طبعا عندما أقول نحن وهوما وهؤلاء أقصد الشعوب أو الهويات كل شعب يمثل كتلة ثقافية وعنده عادات وتقاليد تميزه كشعب فريد من نوعه على بقية الشعوب هذا من جهة من جهة أخرى الذي يسير الشعوب ليس الشعوب وإنما النخبة ما يطلق عليهم الطبقة السياسية والطبقة المثقفة والطبقة الاقتصادية وهذه النخبة لا يمكن أن يكون لها وجود بدون دعم شعبي لهذا الشعوب هي التي تحدد المصير بطريقة غير مباشرة ولكن الشعوب ليس واعية وليس مطلعة على التفاصيل النجم نقوله اللي كل الشعوب متشابهة تقريبا وكلها تطلب نفس الشيء اللي هي مطالب واقعية ومنطقية وهي الأمن طبعا في الدرجة الأولى والعدالة الاجتماعية والكرامة ورفاهة العيش ليس هناك شعب في العالم لا يطالب بهذه المطالب الغرب نتيجة التجربة متاعه توصل إلى أن العلمانية والديمقراطية هي اللي يمكن تكون مقدمة بيش تحقق له هذه المطالب بينما شعوب أخرى ترا في حاجة أخرى مثل مثلا الدول المتاعنا ترا في الإسلام هو اللي بشي حق لها هذه المطالب المهم ما نحبش ندخل ياسر في التفاصيل ونحب نركز على ما يسمى المد أو الفكر الغربي أو ما نسميه التجربة الغربية وهل هذه التجربة الغربية يمكن أن تطبق على كل العالم؟ وهل تطبيقها بشي يكون مماثل بالضبط للدول الأوروبية؟ أم سوف يقع فيها بعض التعديلات؟ خلينا نعرفوا كيفاش ظهرت هذه التجربة واللي حتى حد ما ينكر إنها غيرت العالم في الخمسة القرون الأخيرة بل يمكن إنها نقول إنها خطوة عملاقة قامت بها أوروبا بلا منازع وقدمت للإنسانية فكر جديد يمكن أن يخرج الإنسانية من الفوضى العارمة التي كانت موجودة نتيجة وجود ما يسمى الإمبراطورية العثمانية خلينا موضوعيين واللخص شنو الوضع في تلك الفترة والذي دفع أوروبا للقيام بالنهضة التي غيرت تاريخ الإنسانية نحن نعرف إن أوروبا عرفت حضارة كبيرة هي الحضارة اليونانية ثم الحضارة الرومانية كما بقيت العالم عرف حضارات كبيرة سوى حضارات واج السنت أو السوماريين أو البابليين أو الفراعنة أو غيرهم ولكن منذ أن غزت المسيحية أوروبا دخلت أوروبا في مرحلة التخلف والانحطاط رغم إن الحضارات الكبيرة السابقة كانت لها معتقدات وكانت لها أتيان ولكن المسيحية لم تكن ديانة تحترم الديانات الأخرى أو المعتقدات الأخرى بل كانت ديانة شمولية تعتبر نفسها هي الحق وغيرها الباطل وكلما تقوى سلطة الدين في أوروبا كلما أوروبا دخلت في مرحلة الانحطاط الكلي وتعطيل التقدم وتعطيل العقل حيث إن الفكر الشمولي الذي يمنع التعدد والمنافسة والفكر الجامد الذي لا يقبل التشجيد والتغيير والتطور هو الذي أدى بأوروبا إلى الانحطاط وتعطيل العقل ظهور الإسلام الذي هو امتداد للفكر المسيحي الشمولي في منطقة لم تكن فيها حضارة وتحكم فيها القوانين البدوية القبلية وتحالف محمد مع الصعليك جعل من الإسلام أكثر وحشية من المسيحية وهدد وجودها مما جعل الشعوب الأوروبية تتصور إن خلاصها من الغزو الإسلامي هو التشبث أكثر بالمسيحية ومن هنا أصبحت سلطة الكنيسة هي الناطقة الفاتقة ودخلوا في حروب صليبية جعل أوروبا تزداد انحطاطا وتقهقر إن كانت المسيحية قضت على الحضارة الأوروبية والحضارات التي قامت في البحر الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط فإن الإسلام جاء لكي يدمر ما تبقي من الحضارة ليس في هذه المناطق فقط وإنما تقريبا في كل العالم عرفت الخلافة العباسية بصيص من الأمل مع ظهور الفكر والنقاش والحرية ولكن هذا الفكر لم يدم كثير وسيطر على العالم الإسلامي الفكر السلفي وبين الجهل المسيحي والجهل الإسلامي انطلقت الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر إلى أواخر القرن الثالث عشر أرهقت أوروبا وأضعفت الدولة العباسية وانتهت الأمور بغزو الماغول للعالم الإسلامي في منتصف القرن الثالث عشر ودخل العالم الإسلامي في مرحلة ما يطلق عليها حكم المماليك الذي بدورهم انهزموا أمام الخلافة العثمانية في القرن الخامس عشر الخلافة العثمانية كانت خلافة سياسية استعمارية بامتياز لم تستعمل من الدين الإسلامي إلا الإسم فقط وأدخلت ما يسمى العالم الإسلامي في مرحلة جمود وتخلف وانحطاط دام قرابة ستمائة سنة وكان هدف الخلافة العثمانية هو استعمار العالم وخاصة أوروبا واستولت على القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية سابقا وعاصمة البيزنطيين التي أصبحت عاصمة الخلافة العثمانية وذلك في منتصف القرن الرابع عشر في نفس تلك الفترة بدأ الأوروبيين يحسون بالخطر الذي يهددهم وبدأت النهضة الأوروبية بدأت النهضة الأوروبية في إيطاليا في مهد الحضارة الرومانية القديمة في القرن الرابع عشر وأخذت تنتشر في كل أوروبا إلى القرن السابع عشر سوف لا أتطرب إلى تفاصيل بداية النهضة الأوروبية وإنما سوف أركز على النقط الأساسية التي انطلقت بها هذه النهضة لقد بدأت النهضة الأوروبية بوصفها حركة ثقافية وانطلقت من الأدب باللغة المحلية وأبدعت في الفن والذي ساعد هذه النهضة في الانتشار هو توفر الورق واختراع حروف الطباعة مثل ما هو الحال اليوم بالنسبة لدولنا لظهور أنترنت استغل الأوروبيين الطباعة لنشر الأفكار والثقافة وقاموا بإصلاحات في النظام التعليمي على أسس منطقية أما في المجال العلوم أعتمدوا على الملاحظة والتجربة ورغم الإضطرابات التي أحدثتها النهضة في المجتمع الأوروبي إلا أنها قامت بتغيير جوهري في تركيبته وأهم نقطة في هذه النهضة هو العودة إلى النصوص الرومانية واليونانية التي هرب بها الباحثون من القسطنطينية بعد سقوطها في يد الأتراك لقد فهمت الطبق المثقفة في أوروبا إن لا خلاص لها إلا بالعودة إلى أصولها من جهة ومن جهة ثانية التخلي على الفكر التقليدي المسيحي واعتماد العقل والتجربة والملاحظة وهذه النهضة الفكرية طبعا أزعجت الكنيسة التي كانت مسيطرة على المجتمع الأوروبي وكانت مرتبطة ارتباط وثيق بالسياسة والمجتمع وبدأ التصادم بين فكر الكنيسة والفكر الحر الإنساني الجديد وكانت أوروبا تعيش بين مترقة الإمبراطورية العثمانية وبين رجال الكنيسة مما أحدث الضغط كبير داخل المجتمع الأوروبي جعل كثير من الباحثين والبحارة الاتجاه نحو الغرب حيث تم اكتشاف كثير من الأراضي الجديدة وأهمها أمريكيا وأستراريا وعدة جزر في إفريقيا وآسيا وبدأت المرحلة الاستعمارية التي أكسبت أوروبا كثير من الأموال من جهة ومن جهة أخرى كثير من المعارف الجديدة وفي نفس الفترة تقريبا بدأت حركة الإصلاح في المسيحية التي زعزعت سلطة الكنيسة في بداية القرن السادس عشر ورغم أن ظاهر الصراع ديني ولكن في الأصل كان سياسي انتهى بانتصار البروتستان في منتصف القرن السادس عشر وتفككت أوروبا إلى دول وانتهت فكرة الإمبراطورية ويتصور البعض أن تفكك أوروبا إلى دولات كان سوف يضعفها أمام الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الروسية ولكن هذا غير صحيح لأن كل دولة قامت على خصوصيات شعبها وأبدعت وتطورت لوحدها من أجل أن تضم جهودها إلى جهود الدول الأخرى وتبادل التجربة والخبرة فيما بينها ولكن رغم أن هناك تفكك في أوروبا إلا أن هناك دول في أوروبا تحولت إلى إمبراطوريات استعمارية وهي أربعة أساسية الإمبراطورية البريطانية والإسبانية والهولندية والفرنسية وبدأت الهجرة المكثفة الأوروبية إلى القارة الأمريكية والأسترالية وبقية المناطق المستعمرة ولكن كان مركز الثقل هي أمريكا الشمالية التي كان يتقاسمها البريطانيين والفرنسيين ولكن بعد أن خسرت فرنسا حرب السنوات السبعة مع بريطانيا سلمت أغلب مستعمراتها إلى بريطانيا وقامت بتأييد ما يسمى الاستقلال الأمريكي عن بريطانيا في تلك الفترة ظهرت الإمبراطورية الروسية التي أسسها بوترس الأول عام 1921 بدل من روسيا القيصرية التي لعبت دورا مهما في التاريخ الأوروبي وغيرت كثير من المعطيات كل هذه التغيرات العالمية سوى في روسيا سوى في القارة الأمريكية وأستراليا سوى في أوروبا كانت بعيدة على الإمبراطورية العثمانية التي كانت غاطسة في غطرستها ومحاولتها بكل الطرق استعمار دول أوروبية وعزل كل المناطق التي تحت سيطرتها عن التطور الذي يحدث في أوروبا واعتبرت كل من يأتي من أوروبا هو حرام وممنوع مما جعل الدول ما يسمى الإسلامية تتخلف يوم بعد يوم بينما أوروبا تتقدم كل يوم قيام الثورة الأمريكية واستقلالها عن بريطانيا ودخولها في حروب داخلية من أجل تحرير العبيد وقيام الثورة الفرنسية ودخول نابوليون بونابارت في حرب ضد الدول الأوروبية وتحالف بريطانيا والنمسا وروسيا ثم جميع الدول الأوروبية ما عدا الإمبراطورية العثمانية ضد فرنسا التي خسرت الحرب وتم إعادة تشكيل أوروبا على أساس دول مستقلة وذلك في بداية القرن الثامن عشر رغم كل هذه التحولات السياسية وهذه الحروب أوروبا لم تتوقف على الثقافة وبث الفكر والتنمير وهذه الخصوصية التي اختصت بها أوروبا في عصر التنمير وعصر النهضة وهي الاختصاص أي كل طرف أخذ اختصاص معين وتخصص فيه وأبدع فيه وتطور فيه سواء على الجانب النفسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو العسكري بينما كان الجنود تحارب كان السياسيون يخططون وكان الاقتصاديون يجمعون الثروات وكان المثقفون ينشرون الوعي والفكر وكل واحد في مجاله وهذا كله أدى إلى تقدم أوروبا الاختصاص هو أحد ركائز قوة أوروبا وخاصة التوافق بين أصحاب الاختصاص والتبادل المعلومات من بينهم في جميع المجالات والتحالفات بين الدول رغم خلافاتهم السياسية والعسكرية وسراعهم على الثروة والسلطة كل هذه التغيرات التي حصلت في أوروبا أعادت الثقة لأنفسهم وقدرتهم وفهموا أن عودتهم إلى هويتهم الرومانية اليونانية وبناء أفكارهم على أساس المنطق هي المخرج الوحيد وجعلوا من العقل هو الحكم ورغم كل ذلك كانوا واعين بالخطر العثماني عليهم لهذا خلال هذه الفترة أرسلوا مثقفيهم ودارسيهم وجواسيسهم إلى داخل الإمبراطورية العثمانية لدراسة جيدا هذا البعبع الذي يهدد وجودهم وكانت اتصالاتهم مع مسيح الشرق الأوسط ومصر ويهود الشرق الأوسط ومصر الذي ساعدهم كثير لمعرفة طبيعة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودرسوا هذه المنطقة دراسة علمية منطقية وعادوا بكل هذه المعلومات إلى أوروبا حيث ظهر ما نطلق عليهم المستشرقين يمكن القول أن بداية القرن الثامن عشر هو بداية تقهقر الإمبراطورية العثمانية وسعود الفكر الغربي الذي بدأ يتبلور ويصبح مد فكري يمكن أن يكون الحل الأمثل لكثير من الدول والمناطق لكي تصل إلى الحضارة والمدنية التي وصلت إليها أوروبا إذن بداية من هذا القرن يمكن أن نقول إن الفكر الغربي أصبح عالمي ويمكن أن يطرح كبديل لكل الأنظمة القديمة التي لم تعد صالحة لتطور الإنسان وهذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد وما قام به الغرب للإنسانية أيضا يعتبر حقيقة لا يمكن إنكارها إلا جاحد أو جاهل وأنا ليس ضد الأفكار الإنسانية التي جاء بها الغرب كما يتصور البعض حيث يتصل بي بعض الأشخاص ويقول لي أنت عدو الغرب وأنت تكره الغرب وأنت ما تعترفش بالتطورات اللي يعملها الغرب لا مش صحيح أنا خلافي مع الغرب هي في السياسة وهذا ما سوف أحاول أن أوضحه في هذه الفيديو كما لا ننكر إن الغرب يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا ويعرف تاريخنا ويعرف نقط ضعفنا ونقط قوتنا ومن هنا في بداية القرن الثامن عشر بدأ السياسيين يعملون على إسقاط هذا ما يسمى العالم الإسلامي الذي تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية طبعا ما توصل إليه الغرب من تطور وحضارة وفكر أبهر كثير من النخبة في الدول الإسلامية وخاصة من زار أوروبا أو درس في مدارسها أو درس في مدارسها في مستعمراتها وهذا طبيعي أن يظهر ما نطلق عليهم المتغربين من داخل العالم الإسلامي الذي يرون في اتباع أوروبا هو الحل الأمثل للخروج من مأزق التخلف والانحطاط وفي هذا نوعا ما عندهم حق ولكن الذي أعيبه عليهم هي نقطتين النقطة الأولى هو اتباع أسلوب الغرب بالحرب دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشعوب والثقافة التي يملكونها لأن الغرب عنده خلفية نجم قوله مسيحية يهودية بينما العالم ما يسمى الإسلامي عنده خلفية إسلامية هذا من ناحية الدين أما من ناحية التاريخ قبل الدين الغرب عنده ثقافة رومانية يونانية بينما الدول التي تتعنا عندها ثقافات أخرى إذن اتباع الغرب يجب أن يكون في الشكل ليس في المضمون لأنه يجب أن نعرف أنه لا يمكن أن يحدث التطور دون الانطلاق من الواقع هذه حقيقة تاريخية وعلمية فالغرب عرف اللي الشعوب امتعوا وقتا انطلق في عملية التغيير عنده ثقافة مسيحية لهذا انطلق من فكرة تصليح ما يسمى المسيحية ثم فصلها كليا عن الدولة وعن المجتمع ثم عاد إلى تاريخه البعيد وبناء الفكر متاعه على الفكر اليوناني المنطقي والفكر الروماني ومن هنا كون الحضارة متاعه بينما احنا شعوبنا اسلامية هذه حقيقة ما لازم ننكرها وسيطرة الاسلام على الشعوب يختلف عن سيطرة المسيحية على المسيح وهذا واضح لان الاسلام يتدخل في كل شي سوى في السياسة سوى في الاجتماع بل حتى في حياة الفرد الشخصية هذا من جهة من جهة اخرى شعوبنا تنتمي الى عدة حضارات هناك حضارات ظهرت في الشرق الاوسط تختلف وحضارات ظهرت في شمال افريقيا كما الفراحنة والامازيغ اذا من الجموش نطبق نفس الشي لازم كل منطقة ترجع لأصولها لان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بصفة عامة منطقة شاسعة ليس مثل اوروبا والاتباع الاعمى اللي قام بيه اتاتورك حيث نح الدين كليا وعمل عملية نجم نقوله استئصال وفرض النظام الغربي بالقوة شفتوا الان اين اصبحت تركيا يعني لم تنجح العملية لانه قام بعملية تركيب على المجتمع التركي النظام الغربي وفشل تجربة اتاتورك في تركيا وعودة تركيا لفكر الامبراطورية العثمانية بثوب غربي يعود الى ان اتاتورك لم يأخذ بعين الاعتبار الدين الاسلامي الذي كان منتشر في تركيا ولم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاتراك والنجاح النسبي للتجربة التركية يعود الى قرب تركيا لاوروبا وللثقافة اليونانية هذا بالنسبة للتجربة التركية اللي كانت نوعا ما ريديكالية واثبتت نوعا ما فشلها اليوم بينما التجربة التونسية فهي كانت اكثر مورونة وبرجيبة خذها نوعا ما بعين الاعتبار المجتمع التونسي كمجتمع مسلم في الدرجة الاولى ولكن لم يأخذ بعين الاعتبار اصل المجتمع التونسي الامازيغي والحضارة الامازيغية والحضارة القرطجانية اللي قامت في تونس وربط تونس بالغرب وبالثقافة الرومانية التي كانت في التاريخ في صراع طويل معها ولهذه الاسباب التجربة البرجيبية ايضا نوعا ما فشلت حيث برجيبة كان جار بط التجربة متاعه بالتجربة الامازيغية وانطلق على اساس انها تونس امازيغية لكانت اليوم محمية من الغزو العربي ومن ما يسمى الاسلام العروبي البعيد كل البعد على الثقافة الامازيغية نجاح الاتجاه الاسلامي سابقا والنهض اليوم في السيطرة على المجتمع التونسي كان نتيجة محاربتها لما دعا اليه برجيبة وهو التقرب للحضارة الغربية الرومانية ولكن الخطأ اللي قامت به النهضة ايضا هو عدم الدعوة للخصوصية التونسية وانما اتت لنا بالعروبة الشرق اوسطية او ما يسمى بالاسلام العروبي الى تونس ولهذا عودة تونس الى هويتها الاصلية هو الحل الوحيد لكي تنهض تونس وتخرج من المأزق ولا تكون لا تابع للشرق ولا تابع للغرب ولكن هذا لا يمنع بان تكون لها علاقات مع الشرق نتيجة التقارب التاريخي والتقارب الثقافي ويكون لها علاقات مع الغرب نتيجة التقارب الجغرافي المهم هذه النقطة سوف نعود اليها عندما نتكلم عن النهضة ولكن الذي أردت أن أقول هنا هذا لا ينطبق على تونس فقط بل على كل الدول الموجودة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط يجب أن تونس تاخذ موقعها الحقيقي ضمن شمال إفريقيا الأمازيغية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمرتبط بإفريقيا هذه مسألة واضحة وهكذا يمكن أن نقوم بنفس هذه العملية لكل منطقة في هذه الرقعة الشاسعة من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا حيث كل منطقة ترتبط بتاريخها الأصلي الذي أراد الإسلام محوة والتي ساعدت أوروبا على ذلك في القرون الأخيرة من أجل القضاء على العالم الإسلامي وهذه النقطة أيضا سوف نعرفها إذن هذه النقطة الأولى النقطة إنه عدم أخذ بخصوصية الشعوب والمناطق والاتباع الأعمى أما النقطة الثانية والتي هي مهمة هو الولاء السياسي لأوروبا والغرب والدفاع على مصالحه على حساب شعوبنا وهذا الولاء قد يكون لأسباب سياسية وأسباب اقتصادية أو غيرها كمرحلة أولى من أجل اللحاق بركاب الحضارة وليس بالضرورة تكون خيانة متعمدة ولكن في التاريخ تعتبر خيانة مع الأسف تعتبر خيانة هذا لا يمكن أن ننكره لأن التاريخ لا يحكم على النواية إذن أنا وقتا نقول أتاتورك خاين وبرقيبة خاين أحكم بالضوار لا أحكم بالنواية رغم أني نعرف أنا شخصيا أنه كان عندهم اعتقاد أن هذاك هو المخرج الوحيد للانتقال إلى ركاب الحضارة كمرحلة أولية ولكن كما قلت التاريخ لا يحكم بالنواية وإنما يحكم بالمظاهر وهذه تسجل في التاريخ عمالة وخيانة إذن لو نظرنا إلى منطقة الشرط الأوسط وشمال إفريقيا لنجد أن المد الغربي أو التأثير الغربي كان عقواه في تركيا وتونس أما في بقية الدول فكانت درجات مختلفة بل يمكن أن نعتبر أنه كان ضعيف أما من جهة الغرب فهو الذي يهمه في الدرجة الأولى هي العمالة أما أن تتحول دولنا مثله فهذا لا يهمه أصلا هو همه الوحيد هو مصالحه الاقتصادية والسياسية وهذا لا يمكن أن نلومه عليه فهذا حقه أن يدافع على وجوده وعلى تفوقه على الآخرين إذن لا يمكن أن نلوم الغرب ولا يمكن لي شخصيا أن أكره الغرب بالعكس أنا أحترم الغرب ونقدر شنو أعمل والمجهود اللي عمله ونقدر أنه يدافع على حقوقه وحقوق شعوبه وإنما ألوم أنفسنا أحنا كشعوب شنو أعملنا أوروبا والطبقة المثقفة اللي فيه عندما شاف تروحها ضعيفة وفي التخلف والجهل وفي الديانة المسيحية وسيطرة الكنيسة وشاف قوة الدولة أو الإمبراطورية العثمانية ممشيش يتبع فيها بش يولي كيفها ومولاش عميل لها بش ترضى عليه وتحنى عليه بالعكس عمل على روحه في الدرجة الأولى ومشي يدرس فيها ويبحث فيها ويفهم في نقط قوتها ونقط ضعفها خذان نقط القوة وخلطهم مع الحضارة متاعه والهوية متاعه والتراث متاعه وبناء شخصيته بش يكون خير منها واستغل نقط ضعفها بش يدمرها ويخضحها لي وكيما قلت ونعاود نقول هذا من حقهم لأن الغرب في ذلك الوقت كان يفكر كان في مصلحته وكان عنده الامبراطورية العثمانية اللي تشكل اختر عليه الأمر الآن اختلف طبعا ما عادش كيما قبل والغرب أصبح أكثر إنسانية من قبل المهم أحنا بش نحاول ونفهم وتوى كيفاش الغرب اتعامل مع ما يسمى العالم الإسلامي من أجل القضاء عليه رغم أن في القرن الثامن عشر كانت أوروبا يعني متطورة ياسر وكانت الامبراطورية العثمانية في قمة الحضيظ ولكن كانت تعتبر خطر كبير على أوروبا وذلك علاش بش نذكر لكم هذه القصة اللي حكوا هالي وقته كنت في إيران وما نعرش كان هي صحيحة ولا ولكن يمكن اتعبر على وضع أوروبا في ذلك الوقت ونختم بها هذا الفيديو اللي تقريبا يعتبر نوعا ما طويل ونكمل الحديث بعد القصة هذه في الفيديو القادم تقول القصة إن وقتها بذات أوروبا تفكر في القضاء كليا على الإمبراطورية العثمانية جمعت المعلومات متاحها الكل حول العالم الإسلامي وعملت قاعة كبيرة وجمعت فيها كل الباحثين في التاريخ في السياسة في العسكر في كل شي ودخلتهم للقاعة هذه وحطت لهم زربية كبيرة وفي وسط الزربية حطت كتاب قرآن وقالت لهم كيفاش يمكن إنكم توصلوا للقرآن وتدمروه ولا تقطعوه ما غير ما تعفسوا عزربية ابقوا يفكروا يفكروا ما لقاوا حتى حل يعني لازم يعفسوا عزربية بش يوصلوا للقرآن حين أيضا قال لهم مع أنت الشخص اللي عايت لهم قال لهم رأي قوة الإمبراطورية العثمانية وقوة العالم الإسلامي الكل موجود في هذا القرآن روهو والمصدر متاحهم كان نقضيو عليه رانا نقضيو على العالم الإسلامي كليا ولكن لا يمكن أن نصل إلى هذا القرآن وندمروه لا ما نعفسوا على الزربية طبعا بعضهم قال عليش ما نعفسوش على الزربية قالوا له لأن هالزربية هم الأشخاص اللي يؤمنوا بالإسلام ولو نعفسوا عليها يعني بشي قطعونا تريفات تريفات دون أن نصل إلى القرآن لأن الغرب عرف أن المسلمين يحاربوا بإيمان وبعقيدة وأن ما تهمهمش الموت لأنهم يعتقدوا وقت هيموتوا بش يمشيوا للجنة ولأن العالم الإسلامي يعيش في الفقر والتخلف ماذا به يموت بش يمشي يعيش بالكداف في الجنة فهموا هذه العقلية اللي موجودة واللي كانت تستغلها الإمبراطورية العثمانية في حروبها واستعماراتها وفي إرهاب الدول الأخرى لم تكن لها رحمة وكانت الجيوش الإسلامية قاسية أكثر شي ممكن وتقوم بمجازر لا يمكن أن تتصورها إذن الغرب لازم يلقى حل لهذه المشكلة حسب هذه القصة كل مجموعة عندها اختصاص معين ابقى تتفكر أيامات في الموضوع ثم كل واحد اقترح اقتراح وتقدم أول وحود العسكريين قالوا لازمنا نسنعوا سلاح يقتل ملايين الأشخاص ضربة وحدة وهكاكا كان العالم الإسلامي هددنا ولا حاجة نضربه بسلاح يدمروا الكل طبعا هذه الفكرة يعني يقتلوا كل المسلمين طبعا هذه الفكرة لا يمكن تحقيقها ولكن خذوها بعين الاعتبار لأن قتل كل المسلمين يعني تعفز على الزربية وتدمر الزربية وتصل للقرآن إذن هذه الفكرة سجلوها وخلوها في الحالة القصوى يعني يبدأوا يطوروا في سلاح متاحهم حتى يصنعوا سلاح ينجم يدمر كل المسلمين في ضربة وحدة ولكن هذا الحل لا يمكن أن يطبق إلا في الحالات القصوى القصوى إذن نتقدم الطرف الثاني هو التجار وأصحاب الأموال والاقتصاد واقترحوا أنهم يباعدوا العالم الإسلامي عن ثقافته وعن لباسه وعن كل منتجاته ويصنعوا لهم منتجات ويرسلوها لهم ويخليوهم مربوطين به اقتصاديا ويسلفوا فلوس ويغرقوه في الديون حتى لين يولي القرآن مجرد رمز فوق الزربية ما عادش عنده حتى قيمة وحتى أن النجمو نصنعوا للقرآن بتاعهم غلاف مذهب ونصنعونهم حاجات متطورة ونخليوهم معنتها مربوطين بنا ماليا ما عادش نجمو يعملوا حتى شي وهذه الفكرة طبعا نخذوها بعين الاعتبار ولكن من نجموش يطبقوها لأن موجودة الامبراطورية العثمانية اللي لازمها تسقط في اللول وهذا ما يسمى ادخال السلاع والديون للدول الإسلامية يحتاج أنك تعفص عزربيا إذن هذا الحل الثاني خلوه في مرحلة أخرى وتقدم الطرف الثالث اللي هما أصحاب السياسة واللوبيات هذو ما طلبوا أنهم يبعثوا جواسيس ويعملوا تعاهدات واتفاقيات مع بعض المناطق الضعيفة ويشوف وانا هي المنطقة الضعيفة اللي يدخلوا فيها ويستعمروها وهكاكا بالشوية بالشوية يضعفوا الامبراطورية العثمانية أي عبارة أنهم يحومون حول الزربية وكل مرة يسيطروا على حاجة حتى بالشوية بالشوية يقربوا للقرآن ويدمروا وطبعا الفكرة هذه تخذيت بعين الاعتبار ولكن هنا فما تقطيع للزربية يعني كل مرة نقطعوا شوية من الزربية ونحيوه حتى لي نوصلوا للقرآن ما يكون حولوا حد شي إذن خلوا هذه الفكرة في عين الاعتبار بش يخدموا عليها ولكن لازمهم حل آخر بش ينجموا يوصلوا للقرآن ما غير ما يعفسوا على الزربية وهوني تقدموا المستشريقين وأصحاب المخابرات واللوبيات واقترحوا حل بش يوصلوا للقرآن ما غير ما يعفسوا على الزربية حيث قالوا إن كل واحد يشد طرف من طرف الزربية ويبدأوا يحركوا في الزربية حتى القرآن يبدأ يدحرج 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 حتى يصل لديهم وهكاكا يقضيوا عليه كليا ويقضيوا على العالم الإسلامي وهذه الفكرة يعني إنهم يعرفوا مليح تركيبة العالم الإسلامي من ناحية العرقية ومن ناحية المذهبية ويعرفوا مليح الإسلام ودرسوا مليح الإسلام وفهموه وعرفوا فيش كون يحكم الإسلام وقروا بش يحدثوا في داخل العالم الإسلامي خلافات من بين العرب وغير العرب والفرس والطرق ومن بين المذاهب السنة والشيعة والصراعات القبلية والجهوية وغيرها وهكاكا واللي يغلي العالم الإسلامي ويضعف من الداخل حيث فهموا فكرة جدا مهمة إن العالم الإسلامي مثل البيضة من داخل ضعيف ومن البرة أقوي إذن قروا بش يفكوه من الداخل وهذا اللي بش نعرفوه في الفيديو القادم شكرا على التشجيع وشكرا على التوزيع ومع فيديو قادم وبسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة